قريبا سينزل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي إلى ميادين المحافظات نقطة الشروع ستبدأ في عدد من مناطق الرصافة والكرخ وفي أطراف العاصمة هذه الأعمال تمثل في أعمال تبليغ وأعمال تقديم خدمات في قطاعات المياه قطاعات الصحية قطاعات الكهرباء وأيضا توفر لها ميزانية خاصة وبصلاحيات تمكن الفريق من أداء عماله بشكل جيد كذلك من مناطق مرشعة منطقة النهروان لما فيها من معاناة حقيقة ببعض الجوانب كما سيتولى الفريق الحكومي متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة واقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة تشمل قطاعات البلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والمدارس هذا الفريق سيؤدي خدمات عاجلة وأيضا يساهم في التنمية أيضا من خلال اختراح مشاريع جديدة والمشاريع هذه قد تعلق بقطعة الإسكان أيضا قطعة الماء قطعة الطرق وهذا طبعا مشاريع مهمة جدا في مثل ما قلنا يعني المواطن وأيضا السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم أكد على نقطة مهمة وهي أنه نردم الهول الكبيرة من الثقة بين المواطن وبالمؤسسات الدولة هذا الفريق نعتبر خطوة ناجحة إن شاء الله لتقديم أسرع الخدمات من خلال إيصال المتطلبات إلى الجهات العليا بأسرع وقت محافظة بغداد لها حضور متميز وفعال ضمن هذا الفريق الجهد الهندسي والخدمي من خلال استنفار الآليات والجهود الفنية مئات المشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات عاصرت الحكومات السابقة بين المتوقف والمتلكئة هذه الحكومة تراهن على إنجاز تلك المشاريع بوقت قياسي وفقا لرئيسها الذي جعل الخدمات من أولويات منهاجه الوزاري علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد